ما يتعلق بالآذان ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته الكرام من المؤذنين ابن أم مكتوم وأمر بلال وغيرهم ممن كان يوكل لهم أمر الآذان فكان عليه الصلاة والسلام يختار أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ويختار من يؤمن يكون أمينا على عبادة الناس المؤذن أمين على عبادة الناس سواء من الصلاة أو من الصوم والفطر فالمؤذن لا بد أن يكون أمين وهو يحمل في عنقه هذه الأمانة ولا ينبغي له أن يغر بالناس ولا أن يبطل أعمالهم لا أن يبطل صلاتهم ولا أن يبطل صيامهم وكان الآذان الأول ما يسمى عندنا في الفقه الإسلامي بالآذان الكاذب والمقصود بالآذان الكاذب هو قبل وقته قبل وقت طلوع الفجر فكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالآذان الكاذب لكي يتهيأ الناس ويستعدوا لصلاة الفجر وللإمساكي ويستعدوا للسحور ويستعدون ليومهم فمن لم يكن منهم قد أوتر مثلاً ترك وطره فإنه يقوم يوتر الذي أخر وطره في آخر الليل والذي يحتاج إلى اغتسال امرأة نافس أو حايط طهرت تغتسل أو كانت على جنابة أو رجل على جنابة يقوم ويغتسل ليتهيأ لصلاة الصبح فشرعت لهم أو شرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأذان الأول تنبيها للناس تنبيها للناس ليستعدوا لدخول وقت الفجر هذا الوقت المبارك وهذه يقبل الإنسان على فريضة الصبح ويقبل على فريضة الصيام فكانوا يؤذنون الأذان الأول قبل وقته قبل دخول وقته قبل دخول وقت الفجر أما الآذان الثاني فيكون مع وقت طلوع الفجر مع طلوع الفجر الصادق ليسمونه بالفجر الصادق لما يسمونه بالفجر الصادق لأن الآذان الذي قبله يسمى بالآذان الكاذب يعني في غير وقته وإنما هو ينبههم وليس وقتا حقيقيا للفجر أما الفجر الصادق وهو الذي يكون على وقت الفجر حقيقة وهو الذي يجب فيه الإمساك للصائم ويضيع به وقت صلاة المغرب ووقت العشاء ويدخل به وقت الصبح ويمنع الإنسان فيه من الأكل ويمنع فيه من مباشرة الأهل لأن الله عز وجل قال فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فطلوع للفجر الصادق وتبين الخيط الأبيض وهو انتشار آثار اقتراب طلوع الشمس وطلوع الضيء طلوع النهار وطلوع الفجر ينتشر أفقا في السماء فيسمونه هذا الذي أشار إليه الله عز وجل بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقبله كان ينتشر الضوء طولا يسميه الفقهاء بذنب السرحان وهذا الذي يكون قبل وقت الفجر الحقيقي وهو ما قلنا هو الفجر الكاذب فيخرج الضوء قائما هكذا يعرفه أهل الخبرة وأهل البوادي والذين يتبعون هذا الأمر طيلة العام مشراك دين جخ نوم يصلوا في الصبح بعد الوحدة والآن يجوا يلبسوا عن الناس يقول لهم الفجر هذا ما الصحيح يعرفه أهل الخبرة وأهل الديانة وأهل الاستقامة يعرفون طلوع الفجر الحقيقي من الفجر الغير الحقيقي فكان إذا خرج الضوء المستقيم القائم يسميه الفقهاء بذنب السرحان يسمونه ذنب السرحان زي ديل التعلب وديل القائم هكذا لما يرفع هذا خروج هذا هذا لا يدل على طلوع الفجر هذا قبل طلوع الفجر فإذا تغير الضوء بالانعكسات أصبح عرضا أفقيا يسمونه هذا بطلوع الفجر فكانوا يؤذنون عن الفجر الصادق وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين سحوره وبين آذان الفجر بقدر ما يقرأ خمسين آية هذا بين الإمساك العادي الذي كان يحطاط فيه عليه الصلاة والسلام وتهيأ فيه إلى بقدر ما يقرأ خمسين آية فالخطاب لمن يقرؤون القرآن وللطلبة العلم الذين مارسوا القرآن ويفهمون القرآن أما الذين ذوما يقولوا القرآن حفظة أصلا غير سنة وغير مطلوب هذا ما لا يفقهون زمن خمسين آية ولا ثمين ولا اثنين ولا ثلاثة ولا نقزة ولا يعرفوا الكلام هذا أصلا لكن الذي يعرف ويرتل القرآن ويحبره فإذا قرأ خمسين آية يعرف الزمن الآن ما جعل في المنطقة الشرقية إخواننا هناك لعلهم التبس عليهم الأمر في هذا الأمر فجعلوا الآذان الكاذب الآذان الكاذب اللي هو علامة على دخول اقتراب وقت الفجر اقتراب وقت الفجر جعلوه في وقت الفجر الحقيقي الآذان الأول الآذان الكاذب جعلوه في وقت الفجر الحقيقي ثم أضافوا بعد الوقت الفجر الحقيقي آذاناً آخر فأصبح الناس يأكلون بعد الآذان الحقيقي هذا اللي هما الآن عندهم في المنطقة الشرقية جعل هو الآذان الأول وهو بمتابة الآذان الحقيقي في الوضع الطبيعي فأصبح الناس يأكلون بعد هذا الآذان ويعاشرون وبعضهم يعني يستمر في عبادته وبعد طلوع الفجر حقيقة الأمر هو وجعلوا الآذان الحقيقي اللي هو يدل على صلاة الفجر دخول وقت الفجر وأن الإنسان يمتنع فيه من الأكل والشرب ويدخل في وقت الصوم جعلوا بعد الآذان الحقيقي بربع ساعة فأصبح الذي يأكل على الآذان الثاني هذا على وضعهم الآن يأكل بعد طلوع الفجر يا إخوتي في الله ويا إخوتنا في المنطقة الشرقية ويا مشايخ ويا خطباء ويا علماء ويا طلبة العلم أرانكم أنتم أماناء على عبادة الناس أروا لا تأخذك الشهوة بالردود وبالخلاف السياسي وبالنعرات السياسية والاختلافات هذه فأنت مؤدن أنت مؤتمن على عبادة الناس في الصوم وعبادتهم في الصلاة فأنت رانك مسؤول أمام الله عز وجل الله عز وجل يقول فوقفوهم إنهم مسؤولون فأنت مؤتمن على هذا الأمر وكان الصحابة رضي الله عنها كما في حديث عائشة وكما في الموطة وغيره كان الصحابة بعد صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذن الفجر كان ينتظر في الصحابة حتى يجتمعوا على الصلاة وكان ينتظر أحيانا بقدر ثلاثين آية أو يزيد أو خمسين آية وكان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام لك أن تتخيل بعد هذا الانتظار يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام في صبح الجمعة يصلي بهم بصورة السجدة وصورة الإنسان ويقنط بهم في الفجر عليه الصلاة والسلام وكان ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام نحوا من قراءته فلك أن تقرأ في صلاة الصبح السجدة وصورة الإنسان ثم يخرجوا الصحابة ويسبحوا ويصلوا ويسلموا ويخرجوا ولما يخرجوا من صلاتهم هذه الزمن اللي اخدوه هذا أكل تقول عائشة فكانت النساء تخرج يعني متلفعات ومتخمرات في مروطهن في ثيابهن لا يعرفن من شدة الغلس لا يعرفن بعد الانتظار هذا أكل وبعد القراءة التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام يعني فصلاً الخطاب كانت يعني كلمات مفصلة وواضحة وبينة بروية بعد هذا الزمن كله ويخرجوا من الصلاة وبعد التسبيح فإذا خرجوا من المسجد كانت النساء لا تعرفوا بعضها بعضاً تمشي متلتمات بخمارهن وبمروطهن لا يعرفن ليش ما يعرفوش في بعضهم قالت من شدة الغلس الظلمة قاعدة ظلمة فيا إخوتي راهوا الآن أنتم آذانكم التاني اللي تديروا فيه أراهوا الضي طلاع أراهوا أراهوا الشمس قي بتزرق عليك حتى صلاتك أنت أصلاً أنت أخرت حتى الصلاة أخرتها من الوقت الاختياري إلى الوقت الضروري لأن الوقت الاختياري من طلوع الفجر الصادق هذا إلى ظهور إلى الإسفار يسميه الفقهاء الإسفار شنوه الإسفار؟ اللي هو ظهور الضي في الأفق وفي ال... بين الناس التي تتبين فيه الوجوه لما أنت تشبح لشخص طعف تقول هذا فلان لأن وجهه تبين لك الإسفار هذا تبين الوجوه يعني يصبح الضي منتشر فبتبين الوجوه أصبح الوقت الاختياري بتاع الصبح انتهى ودخلنا في الوقت الضروري لأن من الإسفار إلى الشروق يصبح الوقت الضروري فأنتم الآن يا إخوتي ويا مشايخ ويا فضلا ويا خطبا ويا قيمين في المساجد انتبهوا لهذه القضية الأمر هكذا الأمر لا يوخد عبثا ولا يوخد عنادا أنتم الآن إذا كنت تعاند عاند في السياسة وعاند في أمر ثاني وعاند ما شئت لكن لا تعاند في الدين والعلماء يقولون إن كنت لعبا فألعب بشيء ثاني ألعب بالتيرة وبالبطش ما تلعبش بدينك برا ألعب بحاجة ثانية ما تلعبش بدين الناس فالمؤدن مؤتمن على دين الناس وعلى عبادتهم وعلى صيامهم أما تدن الأذان الأول على الأذان الحقيقي اللي هو طلوع الفجر ولا وتزيد ربع ساعة بعد طلوع الفجر وتدن أذان الثاني هذا خطأ والتقويم الذي وضعته اللجان العلمية قديما في التسعينات أو في آخر التمانينات وضعته لجان علمية اختارتها هيئة الأوقاف في ذلك الوقت اختارت علماء في الفلك وكان بالتعاون معهم وكان معهم مهندسين ومهندسون وكان معهم فضيلة العلامة الشيخ رفيدة رحمه الله وهم من علماء ليبيا المعروفين يعني لا يستهان بجده ولا بعلمه ولا باهتمامه وجلسوا وتنقلوا فيه أرجاء ليبيا ووضعوا هذا المواقيت التي هي طبعات الأوقاف قديما لا الذي الآن زوروه وصطى على الأوقاف هؤلاء ثل من المداخل الذين حرفوا كل شيء وضعوا عبادة الناس هؤلاء غير مؤتمنين على عبادة الناس راهوا الآن الذين تولوا من المداخل أمور الناس راهوا على غير أمانة هدوما راهوا لأنهم يفطرون الناس قبل الغروب لما نقول لك أنا على غير أمانة أنا مسؤول عن الكلام اللي نقول يفطروا في الناس قبل غروب الشمس قبل المغرب ويقول لهم لا هذا التوقيت غير صحيح فرمضان هذا ينتشوا فيه من الجهتين زي نص الأولاد في المدرسة العيل في الروضة مرة ينتشوا من فوق ومرة ينتشوا من لطا هدوما رمضان ينتشوا فيه من قبل المغرب يفطروا يقولوا مفطر فطروا ومتعدلوش وفي الفجر يدن الفجر الكاذب يديروا فيه على الفجر الحقيقي وبعدها يدنوا في أدان آخر بربع ساعة ويقعدين يأكلوا حب لرمضان ولا تعظيم لشهر رمضان وينبشوه من أولى وبعد الفجر مزال يستمروا في الأكل حتى يرى الناس وجوه بعضهم بعضا وتظهر عليهم العلامات الضوء الشروق والشمس قليلا تطلع هؤلاء غير مؤتمنين راهوا في عبادة على دين الناس لأنهم أفسدوا على الناس دينهم فينبغي التنبيه هذا على الأمر لعل يعطيها جزء من الوقت البرنامج اعذرني الإخوان الذين ينتظرون الأسئلة لكن حرصا على عبادة الناس ينبغي عليهم أن ينتبهوا إلى هذه القضية يراه الآن يسأل إنسان على عبادته وعلى صلاة وعلى صومه هذه فرايض ما تلعبش على الفرايض سلموا ليدي انتوا إياه ما تلعبش على فرايض الناس وعلى عبادتهم وكل واحد سمع الكلام هذا سواء منا أو من غيرها فليراجع ولينتبه وإذا تعذر عليكم متاع الأوقاف لكم أن تنزلوا التطبيق الإلكتروني اللي هو موجود عن نت قاعد أسلم من الوضع لوضعينهما الآن لأن على الأقل انحرافات الدرجات العلمية هذه متاع الفضاءات والدرجة باختلافها على اختلاف درجات الخطوط طول والعرض قاعد الخطأ فيها أقل من نسبة الخطأ اللي يفعلوه الآن هذوما الشباب اللي أفسدوا على الناس الآن أوقاتهم وصلاتهم وصيامهم